دي اناي مساء الخير 319 عراء انقتلوا منذ بدء الاحتجاجات بالعراء مطلع اكتوبر الماضي فيما اصيب نحو 12 الف غالبيتهم من المتظاهرين ومنذ بدء التظاهرات والسؤال اللي ما توقفه تردد لا بالعراء ولا بالوسائل الاعلامية المواكبة للحدث العرائي من الذي يقتل المتظاهرين العراقيين حتى المتظاهرين بكل اصنافهم سواء كانوا في بغداد او في محافظات اخرى يتحدثون عن المطالبة من هو الطرف الذي نفذ عملياته القنص بالنسبة لفصائل المقاومة والتعاون مع الاجهزة الامنية لدينا معلومات وادلة على وجود الولايات المتحدة حاضرة بتنفيذ هذه العمليات وهذا مثبت اكيد امريكا ليكم مش بس اكيد امريكا كمان مسئولية امريكا موسئة بس اذا موسئة ليه ما بتم اطلاع الرأي العام العراقي عليها اخراج الان قد يكون فيه صعوبة في هذا التوقيت بحكم ان بعض هذه العناصر لا زالت موجودة في ساحات التظاهر قد يعني مداهمة بعض هذه المناطق يؤدي الى ضجة او توتر ما بين المتظاهرين وما بين الاجهزة الامنية اجل الموضوع الى ان تنتهي التظاهرات او تخفت هذه التظاهرات ايه ايه بعد ما تخلص التظاهرات في وقت تكشف الوسائق اصلا اذا بيكون بقي حدا بالعراق بعد انتهاء التظاهرات حابب يعرف مين المسئول لان بمعدد لقتل الحالي ومن هلأ لتخلص التظاهرات ما بيكون بقي عراقيين بالعراق بعدين ابو الصوس يعني مسئولية امريكا واضحة الامريكان من اول يوم اخدين موقف ضد التظاهرات بالعراق واضحة الولايات المتحدة حتى بغداد على الوفاء بوعدها باجراء انتخابات مبكرة والقيام باصلاحات انتخابية وعبرت واشنطن عن قلقها اذا استهداف المحتجين فضلا عن القيود المفروضة على الانترنت ا invisible الامريكان دعمين للحراك وبذات الوقت بيعطين ناس تقتل المتظاهرين أنا بقول لا هذا النظام العراقي هو اللي عم بيقتل لأن النظام مهدد من التظاهرات مهدد يا خيخة أتلون بعقد اجتماعا رباعي ضم رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى أكدوا خلاله أن الاحتجاجات مشروعة رافضين أي حل أمنيا للتظاهر السلمي والمحاسبة الشديدة لكل من يقوم بذلك كمان الرئاسات الثلاثة مرحلة بالحراك طب مين اللي عم يقتل مين عم يقتل الناس مين قتل 319 عراقي وجرح 12 ألف من بداية التظاهرات لليوم أكيد طرف متضرر من الحراك طب مين لا لا أبو السوس ما تقل لي إيران أنت كل شيء بتفوت في إيران بلا يا هادي خلاص بعدين إيران مع الشعوب يا أبو السوس مع حقوق الشعوب وهيدي ناس عم بتطالب بحقوقها أكيد مش إيران يعني شو معقول تكون مشكلة إيران مع التظاهرات هل نجحت القوى الأمنية في كشف المندسين جهات منحرفة المخربين والخارجين على القانون مندسين يبدو أن هناك بعض المندسين هناك مندسين طبعا هناك مندسون عندما حدث عن مندسين بعد وصفها لهم بالمشاغبين طهران تعود لتصف المحتاجين بالعراق بأنهم شيعة الإنجليز خطيب جمعة طهران وحدي كرماني وصف المتظاهرين العراقيين بأنهم شيعة الإنجليز محذراً الشارع العراقية منهم شيعة الإنجليز هو الوصف الذي أطلقه خطيب جمعة طهران موحد كرماني على المتظاهرين محذراً الشارع العراقية منهم كرماني صار على خطخ ميناء الذي سبق ووصف الاحتجاجات بأعمال الشغب التي تديرها أمريكا وإسرائيل وبعض دول المنطقة على حد قوله اوكي ماشي انو هيدا موقف سياسي منو دليل على مسئولية ايران عن قتل العراقيين واصلا ايران محقوق الناس بس عنده ملاحظة كتكوتي صغيرة اذا حقوق الناس تتطلب انو يتحرروا من ايران بلا الناس بس الارد يعني شغلة صغيرة غير هيك ايران مثل الليزرمان محقوق الناس وبرجع بقلك شو خص الموقف السياسي بالقتل يخيه هن متوجسين من التظاهرات بيكونوا هن اللي قتلوا بش كيف يعني اللي بدي يؤتل بدي يكون على الارض بدي ينظم ينسق يعمل اجتماعات بدي يكون هو قاعد بمقعد القيادة شو خص ايران على وقع ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق محادثات يجريها قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني كشفت وكالة أسوشييتد برس الامريكية ان احدها حل بها قاسم سليماني بدلا من رئيس الوزراء ما شكل مفاجأة للمسؤولين الحضرين تقرير لوكالة أسوشييتد برس كشف ان قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني حضر اجتماعا سريا لقادة القوات الامنية العراقية في العاصمة بغداد بعد يوم من بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة فجأ سليماني المجتمعين في المنطقة الخضراء ليترأس الاجتماع بدلا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نقلت الوكالة عن مسؤولين عراقيين رفعي المستوى قولهما ان سليماني شدد على ضرورة اتباع استراتيجية طهران في اخماد الاحتجاجات نظرا لخبرتها في التعامل مع المتظاهرين سو قاسم سليماني قاعد بمقعد القيادة بدل من عادل عبد المهدي وموجود على الارض وعم ينسق وعم يعمل اجتماعات وموقف بلاده ضد التظاهرات وخامنقم اتهم التظاهرات بانها امريكية واسرائيلية بس مش ايران اللي عم تقتل كيف يعني بيستقيل عادل عبد المهدي رضوها للتظاهرات بيجي سليماني بيضربه وعيده وقال له خليك محلك بيلغي الاستئالة بس مش ايران اللي عم تقتل عن جات سؤال محير من يقتل المندسين المخربين شيعة الانجليز العراقيين الذي تستفيد من تظاهراتهم امريكا لاضعاف ايران من يقتل هؤلاء ها ها هيدا هيدا جواب ابو السوس مش سؤال الى اللقاء اشتركوا في القناة